اشتركوا في القناة تتأثر خلال اليومين القادمين بحالة من عدم الاستقرار الجوي هذه الحالة تكون قوية خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من السعودية وهذه الحالة ناتجة من تأثر المملكة برياح قادمة من الجنوب هذه الرياح دافئة ورطبي تلتقي مع كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال الغربي اللقاء سيكون في المناطق الشمالية والشمالية الغربية وبالتالي هذه المناطق ستكون أكثر المناطق تأثرا وبالتالي سينتج عنها أو عن حالة عدم الاستقرار هذه زيادة كبيرة في سرعة الرياح السطحية إثارة للغبار وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير تتكاثر الغيوم الركامية وتسقط زخات رعدية من الأمطار الأمطار تكون مصحوبة بالبرق والرعد والبرد خاصة تشمل مناطق الشمالية والشمالية الغربية لاحقا ستتأثر وسط أو يتأثر وسط والمناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية بحالة أضعف من عدم الاستقرار الجوي خاصة يومي المساء الأربعاء ويوم الخميس والجمعة بناء عليه فإن الأحوال الجوية المتوقعة بنتوقع أن تسقط زخات رعدية من المطر هذه الأمطار تكون غزيرة ينتج عنها سيول وفيضانات خاصة في منطقة تابوك المناطق الشمالية الغربية أي جنوب الأردن وقد تسقط زخات رعدية من المطر أيضا ينتج عنها سيول في منطقة المدينة أيضا تشمل الأمطار الغزيرة والتي تسبب سيول وفيضانات منطقة عنعر وإسكاكة وحائل أي المناطق الشمالية والشمالية الغربية لاحقا ستسقط الأمطار بإذن الله في المناطق الوسطى في منطقة الرياض وقد تصل إلى بعض المناطق الشرقية من البلاد لكن بشكل أضعف وأخف شدة يعني راح تكون أمطار أو زخات متفرقة من المطر هذه الأوضاع الجوية تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي يومي الخميس وحتى مساء يوم الجمعة لكن بشكل أضعف قوتها راح تكون يومي الثلاثة والأربعة وتحديدا وشدتها راح تكون في المناطق الشمالية والغربية هذه الأوضاع الجوية نتمنى للجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم وفي أمان الله